اختطفت ميليشيا الحوثي الإيرانية طفلا في محافظة إب وذلك بعد اتهامه بالعمالة والخيانة لقيامه بتمزيق لافتة خضراء كانت الميليشيات قد علقتها للاحتفال بالمولد النبوي وقالت مصادر محليان مسلحين حوثيين بقيادة المدعو زياد سلام أحد المعينين في قسم شرطة مفرق جاء حبيش بمديرية المخادر قاموا باختطاف الطالب سقر نبيل أحمد محمد الدعيس من مدرسته وأضافت المصادر أن إدارة مدرسة معاذ بن جبل التي يدرس فيها الطالب والمعينة من قبل الميليشيا قد قدمت بلاغا ضد الطالب بعد قيامه بتمزيق اللافتة قبل أن ترسل الميليشيا مسلحيها لاختطافه واتهامه بالخيانة